موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء كنبغين هنال الجمهور هذاللي باش يساند الفريقين بخصوص الجمهور ديل موسيقى كان هنالي مرة تانية بخصوص المباراة المباراة كيف مشتو هكا اللاعبين ديون نقدموا أداء مستحسن هنيئا الفريق الأولمبيك في هذ الفوز هذا لا ما تيينيش بأنه فريق المولدية مركش مكانش في المستوى بالعكس كرة فيها هذي الخسارة واردة كذلك التعادل وكذلك الفوز فكان بغينها بالمناسبة اللاعبين ديوننا ولمجهودة لكي قم بها المكتب و المباراة كيف مشتو كان بعض الأخطاء التحكيمية ما غاليش نتخبهوا و نقولوا أن الحكم كان وراء ولكن نستحسن الأداء اللي قاموا باللاعبين ديوننا اليوم ما كانش توفيق وصلنا للمرمى في عدد كثير ديال المرات ما كانش لا ريوستيت ما ديال الكورة و احنا باقين في المراكز المتقدمة و الهدف ديالنا راح نرسمينه حاطينه قدمنا وباقي بزاب ديال المباريات باقي لا لمسالج يعني احنا ما غالنا بطوش يدينا بالعكس خسارة كتزيد كرتين حافيز ودافع باش نزيد ونشتغلو على الأخطاء ونزيد ونشتغلو على مكامل الخالة ديالنا الي كينين و كذلك نحسنو من الجودة ديال الخدمة و هذه هي كرة القدم كين خاسر و كين متعادل و كين منازل اليوم نهازمنا صحيح لكن انا راضي على الاداء اللي قدموا اللاعبين خصوصا في الشوط التاني تبقوا التعليمات ما كناش متفققين و هاني انا مرة اخرى الولمبيك مرة اكش لقدموا اللاعبين مباراة جيدة و المباراة كما شاف الجمهور الكريم نالت استحسان المتتبعين كما قلت لك و كان نعتقدر على الاتكرار و في بعض احيان الحكام بصد اللقاء خصوصا في الهداف اللي تسجل الشوط الاول ولكن هذا ما تمنعش اننا اقدمنا اداء و انا راضي عليه بشكل كبير جواز دوستو اسبوع حارق عندكم اسبوع حارق اخر غادي تلعبو ضد المتصطر ليهو الى الترسي فاش غادي توجدوا اللاعبين تلصصوهم من الناحية النفسية باش تخرجوهم من هاد الهزيم و توجدوهم المباراة اول شي انا باش نصحح العبارة ما دووزناش اسبوع حارق و احنا ما غاديش ندوزوا اسبوع حارق بالنسبة له استبع الاسبوع المقبل بالعكس غادي ننبريبارو لماشي دي له الهل الترس بشكل عادي وبشكل طبيعي لانها كنتبقى ذائمًا مباراة دية الكورة القدم اه كانتمنى ام الله ان انا نكون متوقعين ونكونوا اه يعني يكون الحد من الجانب ان انا انك مشتولي متابع معنا الجمهور الكريم وصلنا عدد كثير للمرمى دي الخصم ولكن مكانت فاديو سيت وهذا وارد في كرة القدم وباش نرجع للسؤال ديالك غادي نوجده بشكل طبيعي واللاعبين اللي كانت توفروا اليوم في المدينة مراكش مشي من ديك الطينة اللي أنا كان نقول بأنه يوم التولتاء واليوم الأربع عب الكثير غادي رجعوا لليطانورمال ديالهم وغادي نستأنفوا عو تاني تدري بشكل عادي وبشكل طبيعي باش نطريب طريق أماش اللي غيكون هنا في مدينة مراكش في التيران ديالنا أنا كان وعد الجمهور الكريم المراكشي وخصوصا الجمهور ديال اللي مولودية مراكش أن اللقاء قدمه كان كبير وهذا كي يعطينا إلا حافيز باش نقدمه تحنا طبق كراوي كبير والمباراة ديال اليوم بينات لنا بزاف ديال ديال الأمور اللي غادي نشتغلوا عليها باش نكونوا عند حسن ضن دياله وحنا دائما كيما كتلك في المراتي بالموسة قديمة ما كينش واحد الفارق اللي هو كبير شمبيونا بقى طويلة بزاف ويعني اللي بغى اللي بغى يمشي مزيان بس يكون عنده صبر ولما عندك صبر ميمكنش لك تقدم إلا كتشوفه الوراء ميمكنش تزيد خطوة الأمام وحنا كلنا عزم كنتمنى أن اللاعبين يتفهموا هذه الأمور هذي اللي مغاداش تأخذ وقت كبير لأننا عدنا اللاعبين من طيناة الكبار وخير ودليل الشوء الثاني اللي قدموه شكرا قريبة منكم مضوية في عيونكم شكرا 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 شكرا